أطلقت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمة الاجتماعية برنامجاً للتنمية الاقتصادية للأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق الأولى بالرعاية يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً أطلقت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف مشروع مشغل بنت البلد ضمن برنامجاً للتنمية الاقتصادية بالمناطق الأولى بالرعاية في إطار التعاون بين الهيئة الإنجلية والتحالف الوطني للمناطق الفقيرة والمهمشة وإيمان منا بدور السيدات في الإنتاج وكمان في المناطق دي هم مش واخدين أو فرصتهم دربنا سيدات من اللي عملت في الكطاع الغير رسمي لتحويل لهم للكطاع الرسمي وفعلاً بعد ما دربناهم عمل لنا وحدة إنتاجية اسمها وحدة بنت البلد والسيدات هم اللي بيقوموا بالإدارة الوحدة كملة وإيماناً من التحالف الوطني بدور السيدات في بناء المجتمع وحقهن في إيجاد بيئة عمل آمنة فمن خلال الوحدة الإنتاجية للخياطة بنت البلد بمنطقة عزبة خير الله قدمت تحالف فرصاً تدريبية على حرفة الخياطة للسيدات لمساعداتهن لإيجاد فرص عمل مناسبة ولإقامة مشاريعهن الخاصة المشغل بدأ في 2019 كان مشروع يتعاون مع الكبتل الإنجليا تحت رعاية التحالف الوطني المشغل كان هدفه تشغيل السيدات لأن موازم أثبت خلالها سيدات معيلات سبق ما بين حالات طلق وهجرة وما بين أن هي ست المعيلة للبيت والزوج مش مكافل المصاريف فدي كانت فرصة بالنسبة لهم للتشغيل وكانت فرصة كمان لرفع المستوى الاقتصاد بتاعهم طبعاً أنا عندي أولاد في سنوية وكان في إعداجي وكذا فكنا عايزين دخل فالمشغل هنا وفعلنا الدخل دوات جنبي طبعاً شغل الجزء فساعد ساعد كتير وخلال المشروع تم تدريب وتأهل نحو 120 سيدة من سيدات عزبة خيرالة بمنطقة دار السلام بالقاهرة وفقاً لخطط الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية أحمد الحسيني التلفزيون المصري